في بعض المشاكل بالذات بالعمر التأسيسي اللي هي المرحلة اللي عم بتحدسي عنها حضرتك بتكون مش معروفة للأهل وأنا واحدة من الناس اللي فعلاً عنيت بهذا الموضوع يعني عندي بنتين قلت زي ما حكيت لك واحدة بتحب دراسة واحدة ما بتحب دراسة وأنا هيك فكرت أن هذيك ما بتحب الدراسة بس طريعاً موضوع مختلف تماماً يعني ومن خلال الصدفة وبتعرفي إحنا الإمهات كمان بيكون عنا شعور داخلي أنا فيه إشي غلط فيه حطة غلطية عم تعمل تقدر عليه أنا عم بأدرسها وبعطيها الوقت اللي هي بتحتاجه وبفهمها المعلومة بدون عصبية بس فيه نقطة أو حلقة مفقودة لأنه مرات كنت أدرس وتروح على المدرسة تجيب لي السفر مكعبل فعلياً يعني أنا أحكي لها طب ليه ماما بتخافي عندك فوبيا أمتحانات تقول لي لا هيك طب حدا بدايك فكرت حدا تنمر عليها اكتشفت لاحقاً وعن طريق كمان مساعدة أكيد المدرسة أنه بنتي عندها كان مشكلة بالبصر هو ليس النظر كانت عندها نوع من أنواع الدسلكسية اللي هي أنه ما بتقلب عندها الكلمة بالدماغي يعني هاي النقطة مش محفزة عندها وعن طريق دكتور مختص أكيد بعطيها ساشنسكان إذا يعالج هاي المشكلة ولحديت يومنا هذا بنتي لهلأ بتخربش بالألف أو اللام بوسط الكلمة أيها يعني واضطريت أجيب لها أستاذ من أول وجديد عشان يعلمها الأساسيات لأنه بالمرحلة الأساسية ما كانت عم تقدر تشوف صح ففيك تمام مواضيع معينة الأهل إحنا كأهل بنغفل عنها هل أنت مثلاً ممكن تطرحي هذا الإشي بفديوهاتك بتوعي الأهالي عن هذا الموضوع أنه مش ضروري الطفل يكون ما بحب لدراسة أو فيه الناس للأسف بتستخدم مصطلح غبي هل أنت مرات كمان الأهل بدهم توعية الأهل مرات إحنا بدنا أن نجر مانجمينت مع ضغوطات الحياة اللي عم بتكون علينا وشغل جوه البيت وشغل بره البيت أخناقات لولاده أخناقتي مع جوزي يعني فعلاً الأم تستحمل ضغط جامد قوي قوي فهل في عندك الحتة التوعية بالنسبة للأم وليس للطفل أول حقا عيدة شكورك إنك خطي بيلك أصلاً من البنوتك مش عندها هي يعني مش هي اللي مش بتفهم مش هي اللي عندها سوء يعني بين الساعات بنبقى مش عارفين هي المشكلة فين فحلو إنك دورتي على سبب المشكلة وهو ده لما بنعود ندور على سبب المشكلة ما بنعودش نريم الحملة على حوالينا وخلاص ونشوف نبقى عندنا كده العقلية بتاعت الحل عندي مشكلة طبق حلها ازاي فكويس قوي إن حضرتك عملت كده وده حلو إن الأمهات كلها تعمل الموضوع ده إنه في مشكلة طبق حلها ازاي طيب أدور أنا أدور طب كإني كده إيه حد بيحكي لي المشكلة دي واشوف لو حد حكيها لي أنا هقوله اعمل إيه كإن الطفل ده مش ابني صح فلما بتجينا مشكلة شبه المشاكل اللي هي مش بيستوعب في الدروسة أصل هو حركي أصل هو عنده فرط حركة أو كده يعني بنتدي نحن نسأل بقى طب هو كل الحاجات كل مواد الدراسية فيها مشكلة ولا في مواد دراسية معينة في كل جوانب الحياة مش مركز ولا في الدراسة بس طب جربتي تعملي كده يعني دايما لما الأم بتسأل لما بدل ما إحنا نبقى قاعدين عندنا الإحساس كده جوا دماغنا إن إحنا طب المشكلة فين طب المشكلة فين حلو إن إحنا نسأل حد ونشوف المشكلة في أنا وحتة عشان نسهل على الولاد ونختصر الطريق بدل ما نبقى قاعدين كتير عندنا نفس المشكلة